تشارك لأول مرة في هذا المنسب تندفع على بركة المهرات المهرات العربية الأصيلة عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في سباقاتها الماضية وهناك من هذه الأسماء أفراش تشارك لأول مرة وتنافس المين ليجمع 18 راس هنا نشاهد هذه الانطلاقة السريعة لهذه المهرات هنا نشاهد من يتصدر من يبدأ إلى المركز الأول وديعة الخالدية في أول حضور لها في السباقات ابنة ليث الخالدية مع طارق المنصور تبدأ بجوار السياج إلى المركز الأول في مطاردة قوية من شموخ شار ابنة خالد البويبية بشعار إبراهيم الحويطي مع عبدالله الخميس بينما نشاهد أيضا المحاولات في ثالث المراكز لنجدية البر ابنة أعوج الخالدية لعبدالله إبراهيم بهيان بقيادة فواز والناس والمحاولات في رابع المراكز لشرفاء الحزام الأعلى تصنيف في هذا الشوت والتي تشارك لأول مرة في هذا الموسم وهنا نشاهدها بدأت في التقدم للمركز الثالث تحرك ملحوظ للعنود FBR ابنة حران F-S لخالد فهد الحشان مع عبدالله الكريديس هنا لازالت الصدارة مع وديعة الخالدية ابنة ليث الخالدية بشعار خالد السيد التي تصدرت منذ بداية السباق ما شاء الله تبارك الله هنا مبارزة الخالدية تأتي بكل قوة من الخارج مع ترك العوفي هل سيعيد ترك العوفي ما فعله في الشوط الماضي تركي للمركز الأول مع مبارزة الخالدية بشعار ابناء الأمير خالد بن سلطان الضغط من العنود FBR منافسة قوية المهرتين العربية مبارزة الخالدية والعنود FBR مبارزة الخالدية تبارز إلى المركز الأول تنجح في النزال ألف مبروك للخالدية مبارزة الخالدية ابنة ليث الخالدية ولون بن شموخ الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعز ربات سعد مطلق والقيادة الترك العوفي تسجل الفوز الأول في سجلية السباقي من المشاركة الأولى وتركي ما شاء الله تبارك الله